بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مئة عام من العمل رحلة تركيا من صناعة أول طائرة إلى تطوير مقاتلة وطنية لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية بعد انقطاع دام لعقود في الأنشطة التي توقفت بشكل كامل في الأربعينيات من القرن الماضي استيقظت صناعة الطيران الوطنية من سوباتها وعادت السماء التركية تذخر بالطائرات المختلفة المنتجة بوسائل محلية ووطنية والتي باتت تحظى بشهرة واسعة على الصعيد العالمي قبل تسعة وسبعين عاما شهدت تركيا نجاح أول رحلة لطائرة ركاب جرى انتاجها في مصنع نوري دمراغ في ولاية قيصري وهي الخطوة التي تعتبر تتويجا للرؤية الوطنية التي وضعتها تركيا نصب عينيها في عام 1911 لتطوير الصناعات الدفاعية وبالأخص مشاريع الطيران العسكري ساهمت هذه الرؤية التي زرعت بذورها خلال الحرب العالمية الأولى في انتاج طائرات تركيا بإمكانيات محلية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لكن هذا النجاح لم يستمر طويلا بعدما أغلقت تركيا أبواب المصانع في إطار مبدأ تورمان وخطة مرشال وبعد انقطاع دم لعقود في الأنشطة التي توقفت بشكل كامل في الأربعينيات من القرن الماضي استيقظت صناعة الطيران الوطنية من سباتها وعادت السماء التركية تذخر بالطائرات المختلفة المنتجة بوسائل محلية ووطنية من أحدثها مقاتلة الجيل الخامس الوطنية مو التي ستلتقي بالسماء هذا العام وفقا لما أورده تقرير مفصل من إعداد موقع تيراتي خبر أصل الحكاية في 3 مايو آيار 1934 كانت تركيا على موعد مهم آخر في مجال الطيران جرى الانتهاء من بناء ست طائرات مقاتلة ذات محرك واحد في مصنع قيصري للطائرات بعد ذلك أجريت رحلات تجريبية في مجال مفتوح وأقلعت إحدى هذه الطائرات من منطقة قيصري في حفل صغير لرحلة تجريبية أطول حيث توجهت إلى أنقرة بعد رحلة استغرقت 45 دقيقة ظهرت الطائرة في سماء أنقرة لتكون بذلك بمثابة أول طائرة مقاتلة تركية الصنع تصل إلى العاصمة ونجحت الطائرة بالهبوط على أرض الملعب واقتربت من حيث كان الحشد ينتظر قصة النجاح هذه كانت نتاجا للخطوة الأولى التي جرى اتخاذها عام 1909 والتي يعتبر فعليا بمثابة أول خطاب رسمي بشأن إنشاء الطيران العسكري في تركيا كخطوة أولى وعلى الرغم من أنه ينظر إلى الفترة ما بين 1909 و 1938 بمثابة الأساس والتطور والنهوض في مجال الطيران التركي إلا أنه مع مجيء الأربعينيات توقفت جميع الخطط وأسدل استطار على هذا المشروع الوطني في هذه الفترة لم تكن تركيا تنتج الطائرات فحسب بل كانت تفتح أيضا مدارس لتدريب الطيارين على المشاركة في هذا المجال بدايات ناجحة يعتبر عام 1925 من المعالم البارزة في صناعة الطيران التركي وذلك بعد أن قامت ضابط الطيار وجيه هوركوش بتصنيع أول طائرة معتمدا على ما بقي من قطع طائرات يونانية بعد تحرير مدينة إزمير ليصبح بذلك مصدر إلهام كبير لصناعة الطيران الوطني لكونه أول تركي صنع طائرة وحلق بها وحصل على شهادة دولية بترخيصها وفي عام 1930 أنتج هوركوش طائرته الثانية التي جرى قبولها كأول طائرة مدنية تركية ومن ثم أتبعها بطائرات تدريب ورياضية وركاب أخرى مثال آخر يتبادر إلى الذهن وهو إنشاء أول مصنع للطائرات تمتاش في قيصري في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 1926 بالشراكة مع شركة جانكزر الألمانية ولكن بسبب الخلافات وعدم الوفاء بالالتزامات جرى إنهاؤه في مايو آيار 1928 وفي عام 1931 جرى نقل هذا المصنع إلى وزارة الدفاع الوطني وانتجت الطائرات بموجب تراخص أجنبية حتى عام 1939 ولا يمكن ذكر البدايات دون ذكر البطل نوري دمراغ الذي صنع أول طائرة ركاب تركية تمكنت من إتمام رحلتها التجربية بنجاح في العاشر من يناير كانون الثاني عام 1944 دمراغ الذي كتب اسمه في تاريخ الطيران التركي بأحرف من ذهب بعد أن نجح في إنتاج طائرات بإمكانيات محلية دون الحاجة إلى تراخص أجنبية انقطاع تام على الرغم من كل هذه النجاحات التي حققت بإمكانيات وطنية خلال فترة قياسية جداً إلا أن تركيا التي باعت الطائرات إلى الدينمارك وتلقت طلبات شراء من العديد من الدول سرعان ما أغلقت أبواب المصانع في الأربعينيات في إطار مبدأ ترمان وخطة مرشال التي دخلت 1905 طائرة أمريكية في مخزون القوات الجوية التركية بين عامي 1946 وعام 1952 في الفترة التي نتحدث عنها يمكن إحصاء العديد من العوامل والأحداث مثل الطموحات الشخصية والعقبات الإدارية والضغوط الخارجية ومع ذلك فإن إحدى الفترات التي عانى فيها حلم صناعة الدفاع الوطني في تركيا هي بلا شك عام 1945 وما بعد كان طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وبدء المساعدة مع خطة مرشال الشهيرة في عام 1948 نقطة انهيار خطيرة لا سيما أنها تزامنت مع تحول مصانع الطائرات والمحركات إلى مصانع للجرارات وذلك في إشارة إلى أن تركيا دولة زراعية لا يسمح لها بأن تكون دولة صناعية النهوض مجددا خلال عملية السلام القبرصية عام 1974 فهمت تركيا بشكل أكثر وضوحا لماذا يجب أن يكون لأي دولة صناعة دفاعية وطنية خاصة بها فبعد الانقطاع الذي عم في الأربعينيات من القرن الماضي بدأ الزخم مجددا لوضع بذور المصانع بعد عام 1974 في تركيا وصلت البذور المزروعة في تلك الأيام إلى نقطة مختلفة في التسعينيات ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تغير منظور صناعة الدفاع المحلية والوطنية مع هذه الفترة مهدت المميزات الكبيرة والتصميم السياسي الطريق لأعمال مهمة في مختلف المجالات بفضل هذه الجهود وصلت تركيا اليوم إلى نقطة كونها واحدة من أفضل المصنعين في العالم في بعض المنصات الجوية إن العديد من المشاريع التي جرى تطويرها بالموارد المحلية والوطنية تعتبر بمثابة الخطوات الأولى لصحوة إملاقة من النوم العميق فيما تبرز العشرات من المشاريع التي يمكنها القيام بالعديد من المهام المختلفة من المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس مو إلى مسيرة الجيل السادس كزي الإلمة ومن المسيرات بيرقدارت بي 2 والعنقاء إلى دورون كارغو وطائرات هرجيت وحركوش ومن مروحيات أتاك وغوبكاي إلى السيارة الطائرة جزري كلعبين جدد في القصة غير المكتملة بعد في تاريخ الطيران التركي إذن تابعنا معكم هذه الرحلة الطويلة المحفوفة بالمصاعب كيف قطعت تركيا 100 عام من العمل وهي رحلة تركيا من صناعة أول طائرة قبل 100 عام إلى تطوير الطائرات المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس والجيل السادس فضلا عن المسيرات المذهلة والتي قلبت موازين المعارك ووضعت تركيا وسطرت اسمها بأحرف من ذهب أو نور بين الدول الكبرى في الصناعات الدفاعية نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا وأن يوفقها دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة